اشتركوا في القناة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين مثمنا جهود دولة الإمارات في دعم العمل الخيري والإنساني في مختلف دول العالم جاء ذلك خلال استقبال سموه للدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان بمناسبة مشاركته في منتدى المؤسسة الخيري الملكية الثالث تحت شعار إبداع إنساني من جانبه وجه الدكتور عبد العزيز النعيمي خالص الشكر والتقدير إلى سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حسن الضيافة والاستقبال مشيدا بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للعمل الخيري والإنساني وما تقوم به مملكة البحرين من أعمال إنسانية رائدة داخل وخارج البحرين مثمنا القيادة الحكيمة لسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للعمل الخيري والإنساني عبر المؤسسة الخيرية الملكية كما أشاد بالمنتدى مؤكدا بأنه مصدر إلهام وسيساهم في تطوير المجال الإبداعي الخيري